صحيح نحن نلاحظ أن هناك الحقيقة استمرارية في نمو محفظة القروض عند البنوك السعودية ونعتقد أن هذا يقابل الاستمرار لمجموعة من العوامل أول حاجة اليوم نعرف أنه يعتبر الحقيقة محقق رئيسي للأرباح لإرادات البنوك الأمر الآخر اليوم عندنا مجموعة من العوامل التي تدفع خلينا نقول أن القطاع الخاص حتى الأفراد فيما يخص القروض العقارية بسبب وجود منتجات وجود دعم حكومي وجود حراك في القطاع الخاص وعندنا رؤية وعندنا مشاريع أيضا مهمة نريد إنجازها وبالتالي ما في شك أن التوجه إلى القروض والتمويل مستمر اللي ما يعزز ذلك في النصف الثانية نعتقد التوقعات بأنه سيكون هناك انخفاض في أسعار الفائدة وهذا هو المتوقع الحقيقة في النصف الثاني خصوصا بعد الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة يعني بالتحركات سلبية أو نزيف أحمر في أسواق البورصة العالمية اللي تدفع ربما الفيدرالي الأمريكي لأن يعيد النظر في مسألة ارتفاع الفائدة والتشدد النقدي هذا ما في شك حيكون هناك بينه علاقة أنا أعتقد عكسيا انخفاض أسعار الفائدة سيزيد من يعني عمليات الإقراض وإحنا باللاحظ يعني المملكة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي من الدول اللي خلال الفترات السابقة يكون فيه تأثر يعني إيجابي في ارتفاع معدلات الإقراض مع انخفاض معدلات الفائدة لكن باللاحظ إحنا حتى في تقرير فيتش كان في إشارة كبيرة لأن القطاع المصرفي السعودي يعني زاد بدرجة واحدة عن نظيراته في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب بيئة الأعمال أيضا بيئة الأعمال جيدة وهذا ما في شك بيدعم محفظة القروض غير كذا اليوم إحنا عندنا مجموعة خليني أقول من الأهداف الاستراتيجية اللي البنوك جزء رئيسي يعني ومهم ومحرك للنشاط الاقتصادي وبالتالي ما في شك أنا أعتقد أنه في استمرارية في هذا الجانب إلى أي مدى كان برأيك في منافسة بين البنوك لجذب الودائع يعني في بعض البنوك كان عندها نمو كبير بالودائع بالمقارنة مع بنوك أخرى إذا ما أنا غلطاني الفرنسي ولكن بنفس الوقت شفنا صافي الإرادات من التمويل كانت متراجعة هل هذا يعني بأنه كان فيه نوعا ما ضغط على الهوامش لبعض البنوك رفعت الفوائد على الودائع من أجل استقطابها شوفي بشكل عام إحنا باللاحظ يمكن في هذا الربع وفي الربع الثاني أنه هناك ارتفاع الحقيقة في محفظة القروض بما يتجاوز الحقيقة الإداعات أو حتى يساوي لها وترى هذا استمرار من نهاية عام 2023 وكان هناك تنبؤات الحقيقة مجموعة من المؤسسات والوكالات التصنيف أن يكون هناك ارتفاع في هذا الجانب على المستوى الداخلي أنا أعتقد أن هذا التحدي في إدارة السيولة خصوصا في البنوك لكن مع الدعم الحكومي ومع توقعات الحقيقة نمو النشاط غير النفطي أنا أعتقد أن هذا ممكن يعزز من عملية الإداعات في البنوك ويرفع من مستوياتها في الربع الثالث والربع الرابع أيضا ما ننسى أنه بشكل عام أنا أعتقد في صلابة في القطاع البنكي من حيث كفاية رأس المال من حيث أيضا دعم السيولة وتوفرها وأيضا من حيث نمو تحقيق الأرباح وهذه الثلاث الجزئيات بصراحة هي بتدعم بشكل كبير البنوك أو القطاع المصرفي سواء في المملكة أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كثير من التوقعات كانت بتقول أنه ربما يتأثر القطاع المصرفي مع الأحداث الجيوسياسية لكننا لمسنا أنه لم يكن هناك أي تأثير بالعكس كان القطاع المصرفي القطاع الوحيد الذي هو ثابت في تحقيق أرباحه بل وتزداد عملية تحقيق الأرباح نعم قد يكون هناك تباطئ في عمليات النمو إلا أنها في النهاية هي أرباح إيجابية فما في تأثير أنا أعتقد مباشر على هذه البنوك يمكن هذا المخاطر الوحيدة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية إدارة السيولة مع ارتفاع مستويات الإقراض الواضحة أضف إلى ذلك أنه أنا أعتقد أنه مهم جدا النظر لمستويات العائد على الأصول من حيث الاستثمارات في البنوك لأنه مهم جدا أن يكون هناك عوائد على الاستثمارات خليني أقول موازية على الأقل حجم التمويل الذي يحصل عليه البنوك وبالتالي هذا يعطي ضمانات أكبر للقطاع المصرفي فيما يخص عمليات التمويل التي يقدمها للقطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر